موسيقى عندنا إسلامان إسلام علي صلوات الله عليه وإسلام معاوية يعني ما يقال له إسلام معاوية الصورة المنطبعة في أذهان الغربيين غالبا إسلام معاوية إسلام معاوية إسلام الإرهاب القتل الدكتاتورية معاوية عين يزيد ابنه خطيب قام وقال أمير المؤمنين هذا يعني معاوية فإن مات فهذا يعني يزيد ومن أبى فهذا أخرج سيفه من غلافه قال له معاوية إجلس فأنت أخطب الخطباء سيف عنف معاوية بعث بوسر بن أرطات إلى اليمن وإلى مناطق أخرى إلى مكة وإلى المدينة في سفره وجد قوما على بئر معهم غلمانهم فألقاهم في البئر أو أمر جيشه بإلقائهم في البئر فماتوا هناك هاي الأشياء اللي الآن شوفوها بالعراق مو جديدة هذا نفس المنهج معاوية أحرق جماعة بالنار وهم أحياء هذا بوسر بن أرطات جاء إلى المدينة ودخل في بيت بيت عبيد الله بن العباس فكانت زوجته في البيت ومعها طفلان فأخذ هذين الطفلين وذبحهما هذا الذبح اللي تشوفوه على الشاشات العالمية هذا مو جديد هذا منهج معاوية هذا هو الإسلام المنطبع في أذهان الغربي نحن يجب علينا أن نري الصورة الحقيقية للإسلام أمير المؤمنين كلكم تعرفون قاعدة يقول والله لئن أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب الشعير ما فعلت هذا إسلام أمير المؤمنين وهو إسلام رسول الله هذه الصورة الحقيقية ينبغي أن نحاول توضيحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر